بسم الله الرحمن الرحيم معاكم المهندسة سماح عبد الفتاح والنهاردة ان شاء الله هنبدأ شرح اول درس في مادة الساينس وان شاء الله تفهموا هيكون الساينس مادة سهلة وشيقة جدا طيب يونيت وان الوحدة الاولى هتتكلم عن الاشياء الحية طبعا الليسون دروس اللي هناخدها في الوحدة نمبر ون يعني الجهاز الهضمي للانسان تاني حاجة هناخدها الجهاز التنفسي للانسان human respiratory system نمبر سري هناخد the cell الخلية the cell اللي هي the building unit of living organisms وحدة بناء الكائنات الحية يعني هي وحدة بناء الكائنات الحية عموما سواء الانسان او الحيوان او النبات او كي فور هناخد the importance of sunlight to living organisms يعني اهمي ضوء الشمس بالنسبة للكائنات الحية the importance of sunlight to living organisms number five هناخد energy bathes through living organisms مسارات الطاقة في الكائنات الحية energy bathes through living organisms او كي اه نفتح page seven في المعاصر the science lesson one human digestive system اه طبعا هو رسم لي اه صور اه طبعا الصور دي living organisms كائنات حية او كي سواء نباتات او حيوانات او انسان animals او humans او plants او كي دي اسمها living organisms الكائنات الحية احنا بنلاحظ ايه بقى ان الكائنات الحية دي have common properties عندها صفات مشتركة الكائنات الحية جمعها سواء human او animals او plants have a common properties لها خصائص مشتركة از ايه بقى والحاجات دي لازم نحفظ one nutrition يعني التغذية two motion الحركة three respiration التنفس four extraction الاخراج five sensation الاحساس six reproduction التكاثر يعني اي كائن حي عنده الproperity دي الproperities دي اللي هي nutrition الموشن respiration expression sensation reproduction يعني اي كائن حي طبعا لازم يتغذى طبعا ولما يتغذى لازم يعمل عملية اخراج للفضلات يبقى عندي حكتين دولي ولازم يبقى عنده respiration تنفس ليه التنفس عشان في الهيومن والانيمالز we must get oxygen to burn the food احنا بنحصل على الاكسوجين من التنفس عشان نحرق الفود او الطعام اللي احنا بنتناوله عشان نحوله الانيرجي لطاقة والطاقة دي نعمل بيها all activities كل الانشطة بتاعتنا اوكي يبقى دول ثلاث حاجات مرتبطين ببعض nutrition اتغذى ولما اتغذى لازم اعمل respiration عشان اخذ الاكسوجين عشان اعمل عمل عملية burning of food to get energy اوكي وبعدين اعمل extraction اخراج فاوكي دول تلاتة مرتبطين ببعض ما نقدرش ننساهم nutrition then respiration then extraction التلاتة التانين اللي هو الموشن اي كائن حي فهو بيتحرك لانه لو ما بيتحرك يبقى اسمه جماد اوكي فانا عندي الموشن وعندي السنسيشن الاحساس اي كائن حي بيحس وبيحس بالمؤثرات المحيطة به وعندي reproduction التكاثر عشان يفضل عشان عملية التكاثر بتحمي الكائن الحي من الانقراض فعندي جسمه جسمه بيتركب من ايه اول حاجة systems systems يعني اجهزة اوكي طبعا انا قلت الايه البروبرتز بتاعة الكائنات الحية اللي هي التغذية والتنفس والاخراج والاحساس والحركة طبعا الوظائف دي محتاجة اجهزة يعني مثلا التغذية دي محتاجة جهاز هضمي يعني نيوتريشن محتاجة digestive system والرسبايريشن محتاج رسبايراتوري system والإكستريشن طبعا ده بيجي برضو من digestive system السينسيشن محتاج ايه النيرفاس system او الجهاز العصبي الموشن محتاج برضو اه الجهاز العصبي مع الاطراف مع اشارات من المخ اوكي فطبعا لازم جسم الكهن الحي تكون من systems اجهزة السيستم لو فككناها من جوه نلاقي كل system في organs organs يعني اعضاء ما هو كل system او جهاز بيتكون من اعضاء طيب لو فككنا العضو الواحد نلاقي tissues tissues يعني انسجة اوكي لو فككنا الانسجة هنوصل لاخر وحدة بنائية اللي هي stelle اوكي طيب انا هديكم مثال شبيه اه لو احنا دخلنا البيت بتاعنا فحنقول ان البيت ده بتاعنا بيتكون من غرف او اوض طيب لو دخلنا كل قوضة هنلاقيها بتتكون من walls او حوائط تمام لو جينا مسكنا كل حوائط او wall نلاقي بيتكون من tube طوب فاحنا وصلنا الاصغر وحدة بنائية في البيت بتاعنا اللي هي الطوبة اوكي بالضبط نفس البردو living organisms body هنبدأ بالsystem ولو فككناها حللناها نلاقيها بتتكون من organs والorgans لو فككناها نلاقيها بتتكون من tishes انسجة ولو فككنا tishes نوصل لاخر وحدة بنائية اللي هي cell اللي هي بنسميها building unit اوكي طيب احنا عايزين نتعرف على اجهزة جسم الانسان مش احنا قلنا ان البادي بيتكون من systems عايزين نشوف اسامي systems دي اوكي طيب احنا هنقول page 8 اول واهم يعني الجهاز الهضمي وهو مرسوم قدامنا طيب اوكي اوكي بيعمل بيعمل ايه اقول له بريث يعني التنفس اوكي ودول اهم جهازين ودول اللي انا هدرس دلوقت هتعرف على اسماء الاجهزة التانية ووظائفها لكن مش هدرس بالتفصيل طيب عندي urinary system urinary system يعني الجهاز البولي urinary system وهو مرسوم قدامي ده اسمه الجهاز البولي طيب ايه وظيفته it helps the body to get red of the heartful substance يعني ايه هو بيساعد الجسد to get red التخلص من harmful substance الايه المواد الضر فال urinary system بيساعد الجسم على التخلص من المواد الضر فقول ان urinary system helps the body to get red of harmful substance اوكي عندي number 4 the circulatory system يعني ايه the circulatory system يعني الجهاز الدوري جاية من circle circle بقى جاية منها circulatory system يعني ايه الجهاز الدوري وفيه حاجة بتدور في الجسم ايوة هي الدورة الدموية الدم بيلف في كل انحاء الجسم طبعا بياخد الغذاء المنتص وبيروح عند الرئة ياخد الاكسجين ويديها ثاني اكسيدي الكربون وطبعا اهم حاجة في circulatory system الهارت القلب اوكي طبعا ده مش هندرسه بس احنا عايزين نشوف وظيفته بيقول ان عملية النقل عملية النقل ايه وظيفة الدم ليه الدم بيلف عشان يوزع طبعا الطعام المهضوم اللي بيتهضم في الجهاز الهضمي وبيمتص في الامعاء طبعا انا عايز اوصل الطعام المهضوم ده لكل جزء من اجزاء الجسم يعني انا عايز اوصل الطعام المهضوم للاطراف الايدين والرجلين عايز اوصل الطعام المهضوم للمخ عايز اوصل الطعام المهضوم لجميع اجزاء الجسم مين اللي بيقوم بالعملية دي الدم وبرضو بيوصل الاكسجين اللي هو الدم فطبعا دي وظيفة السيركولاتوري سيستم هو بيتحمل عملية النقل نمبر فايف يعني ايه الجهاز العصبي العصب او العصب اسمه نيرف نيرف يعني العصب فالنيرف السيستم هو الجهاز العصبي الجهاز العصب طبعا ده اهم جهاز في جسم الانسان على الاطلاق وده مكانه المخ وهو اللي بيسيطر على جميع الاجهزة وجميع الوظائف يعني عشان اتحرك لازم المخ يدي اشارة بالحركة عشان اتكلم لازم المخ يدي اشارة بالكلام عشان اكل المخ يدي اشارة للمعدة عشان القلب يشتغل المخ يدي اشارة فطبعا ده الجهاز المسيطر The nervous system It gives us the ability To feel, see, hear Smell and test وبيدينا الإدراك عملية الإدراك بالحواس الخمسة دي جاية من The nervous system It gives us ability القدرة على The feel, الإحساس, see الرؤية, hear, smell, smell And test التدوق 6. The productive system It produce new individuals Individuals يعني أفراد It produce new individuals Who look like us طبعا The productive system أو الجهاز أو الجهاز التكاثر أو التناسل هو بيديني أفراد جديدة تشبهنا يعني To produce new individuals Look like us Okay We're going to be We're going to be اشتركوا في القناة